وقع عدد من السياسيين إجراء تعديلات سياسية تصب في صالح الحكومة وتزيد من قوتها من قانون طرح الثقة بالحكومة والانتخاب بما يؤدي إلى تحجيم صلاحيات مجلس النواب أكثر فأكثر تعديلات دستورية مقترحة قيد التحضير والنقاش تحت قبة مجلس النواب تهدف إلى توفير حماية أكبر للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية خاصة فيما يتعلق بطرح الثقة في الحكومة وتعديل قانون الانتخاب سياسيون أشاروا إلى عمل بعض مراكز القوى السياسية المحلية على تعديل دستوري يمنع الأقلية المعارضة من التمكن من طرح الثقة بالحكومة بحيث يتم رفع شرط طرح الثقة بأي حكومة إلى 25% على الأقل من أعضاء مجلس النواب تعديل سياسي آخر يمنع رحيل الحكومة التي توصي برحيل مجلس النواب أما ما يجري فعليا الآن وبحسب عدد من المصادر وهو ما أوصى به جلالة الملك يتعلق بتعديل صيغة قانون الانتخاب بحيث يراعي التحولات الأخيرة في الداخل وفي الإقليم خاصة فيما يتعلق بتقليص عدد مقاعد أعضاء المجلس إلى 80 مقعد بدلا من 130 وهو من المسائل شبه المتفق عليها عمليا بين كافة الأطراف حيثيات هذه التعديلات الدستورية غير معروفة بعد إلا أن احتمالية إقرارها واردة جدا وخاصة أن مجلس النواب معروف عنه تمرير كافة القرارات الحكومية بلا أي ضجيج اشتركوا في القناة